على متن باخرة أممية وفي عرض البحر الأحمر تعقد اجتماعات اللجنة المشتركة لإعادة الانتشار في الحديدة بحضور الفريق الحكومي وممثلي جماعة الحوث المسلحة السفينة دريم استأجرتها الأمم المتحدة لتكون أرضا محايدة تجمع الخصمين ولا يسيطر عليها أي منهم كتجربة جديدة تضمن حيادية الاجتماعات كما تجد ذلك الأمم المتحدة لكن المراقبين وجدوا أن العراقيل لا تزال كثيرا فيما يخص إعادة الانتشار في الحديدة بسبب تعنت طرف ميليشيا الحوثي من الانسحاب بشكل حقيقي الجانب الحكومي طالب بفتح معبر الحديدة وعقد اجتماعات اللجنة بالمدينة بدلا من عرض البحر وهو مطلب يثبت أن الحديدة لا تزال تحت سلطة الحوثيين وليس للأمم المتحدة أي وجود على أرض الواقع الفريق الحكومي في لجنة إعادة الانتشار شدد أيضا على ضرورة إيجاد آلية فعالة لوقف إطلاق النار معترضا على ما سمي بالانسحاب الأحادي لميليشيا الحوثي من المدينة مراقبون وجدوا أن مسار مفاوضات إعادة الانتشار في المدينة لن يثمر ما لم يتم تصحيح مسار المرحلة الأولى وفقا لاتفاق إعادة الانتشار المتمثل بانسحاب ميليشيا الحوثي من مدينة وموانئ الحديدة وإحلال قوات الأمن التي كانت موجودة قبل الإنقلاب مصادر دبلوماسية قالت إنه من المتوقع أن يتبنى مجلس الأمن الدولي قرارا قريبا بالتمديد لبعثة الأمم المتحدة لمدة ستة أشهر إضافية كمحاولة لتجاوز معوقات تطبيق اتفاق إعادة الانتشار ويأتي التجديد للبعثة في الوقت الذي لم يشهد فيه الوضع في الحديدة أن يتقدم يذكر مرحلة جديدة إذن من المفاوضات السياسية والبحث عن حلول جذرية لملف الحديدة الملف الذي تحيطه العديد من العراقيل والخروقات لاتفاق وقف إطلاق النار ترجمة نانسي قنقر